ربطت الجزائر فتح حدودها البرية بالحالات الضرورية مقابل المضي قدماً في خطة السئناف الرحلات الجوية بدءاً من الشهر المقبل وقالت الرئاسة الجزائرية إن القرار جاء عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن وكانت الجزائر أعلنت لأحد الماضي أنها ستعيد اعتباراً من الأول من يونيو فتح الحدود البرية والجوية التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا للمزيد حول هذا الموضوع معنا من الجزائر الكاتب الصحفي رياضة ويليو سيد رياضة أهلاً وسهلاً بك على سكاي نيوز عربية لماذا تأخرت الجزائر كل هذا الوقت في فتح حدودها لرعايها ومواطنها أهلاً بكم تأخر الجزائر كان كما هو معلوم أيضاً لدواعي صحية حتى وين كان هذا القرار وهو غلق المجال الجوي والبري والبحري تدعيات كبيرة على الجالية الجزائرية الكبيرة العدد أيضاً والمنتشرة عبر بقاع العالم كانت تدعياته سلبية كثيراً وتدررت جاليتنا أيضاً إلا أنه استطعت تحكم في الوباء الذي انتشر عبر مختلف الدول وجنب البلد الكثير من الأزمات الناتجة عن وباء كورونا في الجزائر كانت هناك عدد ضائلة إلى حد الآن ومتحكم جداً في الوباء صحيح أن التكلفة كانت باهدة والتكلفة كانت كبيرة غلق تام للحدود الجوية والبحرية والبرية وقطع أوصال جاليتنا التي تأثرت كثيراً ونحن بالمناسبة نعلن عن تضامننا الكبير مع جاليتنا في الخارج وفي المهجر وفي كل بقاع العالم والتي حرمت من طعم البلد ومن الأهل ومن الصداقات لذلك السؤال أستاذ رياض اسمح لي على المقاطعة مرة أخرى نعم اسمح لي على المقاطعة مرة أخرى يعني البعض يعتب ويقول كان بإمكان السلطات أن تضع القيود المشددة التي وضعتها الآن فيما سبق لتجنب أولاً أزمة اقتصادية ولتجنب أزمات اجتماعية وتقطيع أوصال الأسر وما إلى ذلك لماذا لم تقم بهذه الإجراءات المشددة منذ البداية برأيك أولاً بدون تبرير سلوك الحكومة أو مواقف الحكومة أو لأن هناك من إطارات الحكومة من يبرد ذلك لكن نحن نقول كمراقبين أن تسيير الوضعية الوبائية منذ البداية كان فيه ارتباك هذه حقيقة ولكن الارتباك الذي حصل على غرار يعني على خلاف بعض الدول التي لجأت أيضاً إلى استعمال الفتح الجزئي أو الغلق الجزئي يعني وكلفها الكثير يعني لما نتأمل الجارة التونسي لليوم عودت الوباء بعد فتح الحدود في الصائفة الماضية تدعياته كان كاريتية على البلد في الززائر تحكمنا وخسرنا اقتصادياً وخسرنا من حيث عجلة الاقتصاد وخسرنا أيضاً أهلنا ووحشة أهلنا الذين هم منتشرون عبر الخارج لكن استطعنا أيضاً حماية الكثير من الأرواح لأن البلد لم يكن يملك الكثير من الأمكانيات لمجابهة الفيروس هذا الفيروس العين الذي خلف انصح التعبير بن قوسين مجازر في الكثير من البلدان وانت تعرف اليوم ما يجري في الهند وما جرى في بريطانيا وما جرى في فرنسا دول كبيرة بمنظوماتها الصحية يعني وقعت في حالة الإفلاس الصحي والإفلاس الاجتماعي بغض النظر عن تدعيات الاقتصادية لو كان الحال وكذلك بالنسبة للجتائر لكن الأمر كارثة حقيقية لغلق الحدود جنب البلد يعني ويلات المرض وويلات الاقتضاد وويلات الكارثة إنسانية ولكن أيضاً كانت بطبيعة الحال هناك تكلفة وهناك أمور إيجابية بالمقابل من الأمور السلبي ولكن أستاذ رياض فيما يتعلق بالفتح الجزئي اقتصر على فتح الأجواء دون البر وربما البحر كيف نفسر برأيك هذا الأمر؟ هو اللي التحكم في الإمكانيات لا غير أنا في هذا الأمر خلينا نكونوا شوية موضوعيين ونكونوا منطقيين في بعض الأحيان ليس كل حاجة قبلة للتسييس خاصة إذا كان التسييس المفرط في كل القضايا يعني لابد أن نضع في بعض الأمور في نصابها الحقيقي في نصابها المنطقي الآن فتح المجال الجوي جزئيا لأنه يمكن التحكم فيه عن طريق إجراء التحاليل في المطارات هناك ثلث مطارات إلى حد الآن يمكن التحكم فيها أما إذا كان فتح المجال الجوي والبر والبحري على مصرعي لا يمكن التحكم في الوضع ولا يمكن إجراء التحاليل على كل الداخلين والوافدين إلى الجزائر وانت تعرف أن الجزائر تملك أكثر من سع ملايين مهاجر خارج الجزائر يعني إذا كان قرروا هؤلاء الدخول يعني عبر دفوعات لا يمكن التحكم يعني فيها بصحي أقول يعني من حيث الإمكانيات وبالتالي خلينا نقول أنه نستبشر خيرا أولا أنه قرار الفتح الجزئي جاء تلبية لنداء بناءنا في المهجر يعني سواء كان في أوروبا أو في المشرق العربي أو في أمريكا يعني سيمكن تسيير الأزمة وتسيير الحالات الطريقة تدريجيا وسيكون هناك انفتاح حسب الإمكانيات المتاحة نحن نعمل يعني تتوفر كل الإمكانيات التي تسمح بإجراء التحاليل في كل المطارات وفي كل الموانئ وفي كل الحدود البرية المعابر البرية لكن هذا في الوقت الحالي غير متوفر وأعتقد أن القضية قضية إمكانيات وبعيدة عن كل البعد يعني خلفيات سياسية ثلث مطارات يمكن التحكم فيها بخمس رحلات يوميا إذا ارتفع ذلك ربما تكون هناك ارتباط لدى المصالح السحية والطوارئ وبالتالي ما قامت به الحكومة إلى حد الآن هو عين الصواب لأنه يستجيب جزئيا لمقالب جليتنا في المهجر وكذلك يسمح للبلد وكوادر البلد بالتحكم في الإمكانيات المتاحة شكرا جزيلا لك أستاذ رياض هويلي الكاتب الصحفي كنت معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر